عايزين كمان نقول مليون مبروك لمنتخب مصر الفوز بلقب نسخة 13 من البطولة العربية للكرة السلة سيدات بعد ما فازوا على المنتخب المغربي في اللقاء النهائي أو مباراة نهائية للبطولة اللي أقيمت في الصالة الموطة باستاذ القاهرة الدولي تألقت الحياة رايا محمد وندين السلعاوي وفاطيما ممدوح اللي صنعوا فارق كبير من بداية اللقاء وكمان رانيم الجداوي تألقت فيه الهجوم والدفاع لينهي منتخب مصر المباراة بنتيجة 96 إلى 75 وتحسب مصر اللقاء مليون مبروك